تسعة أهداف وأربع حالات طرد تلك حصيلة الأسبوع الخامس من الدوري الاحترافي والذي استهلت منافساته الجمعة الماضي فريق لنبيك أسفي صحح الأوضاع ونال نقاط ثلاث مهمة أمام فريق شباب قصب التادلة وذلك بفضل لعبي يسين الرامي وغابت الأهداف والفرجة في لقاء الكوكب المراكشي المستقبل لفريق الدفاع الحسني الجديد التعادل السلبي أبقى فارس دكالة رابعا في سلم الترتيب فيما الكوكب المراكشي جاء في المرتبة التاسعة الوداد الرياضي تمكن من تحقيق فوز ثمين على حساب شباب الريف الحسيمي بهدفين لواحد فابريس أونداما كان وراء توقيع أولى الأهداف للواك قبل أن يسجل ضد مرماها اللعب مرتد فال وخلال آخر الدقائق صلاح الدين السعيد وبرأسيتين يهدي نقاط ثلاث مهمة لفريق الوداد الرياضي فريق اتحاد تنجى عاد بتعادل دون أهداف أمام مضيفه شباب أطلس خنيفرة ليواصل ممثل البغاز عامته في الدورية برصيد عشر نقاط قمة الدورة شهد الملعب الكبير بأجادير حيث ضيع رجاء الرياضي فرصة الصعود إلى المقدمة بعدما اكتف بالتعادل هدفين أمام فريق حسنية أجادير الفريق الأخضر كان الصباق للتهديف عبر اللعب عبدالله الحفظي أما ثاني الأهداف جاءت عن طريق اللعب زهير الواصلي قبل أن يرد عليهم زهير الداودي من نقطة الجزاء وكريم البركاوي ثمان دقائق على الهدف الأول مباراة لم تخل من بعض الأحداث حيث شهدت إشارة الحكم الدكر الداثلت بطاقات حمراء اثنتين لرجاء الرياضي وواحدة لحسنية أجادير آخر لقاءة الجولة في أمسية الأحد سقط فيها نهضة بركان أمام مستقبل مغرب أتليتي كوتتوان فوز جعل الماط ثاني الترتيب برصيد خالي من الهزائم ترجمة نانسي قنقر